إيه السرف ده؟ إيه سبب ده؟ طيب خلينا نقول الأول بس أنه الخوف والعنف غرائز إحنا مولودين بيها يعني دي غرائز موجودة جوة جسم الإنسان مولودين بيها وليها مركز في المخ اللي هو الأميجدالة الأميجدالة ده المركز المسؤول عن الشعورين المتنقضين العنف وفي نفس الوقت الخوف ومسؤول عنهم حاجة اسمها السيمباساتيك نيرفا سيستيم أو الجهاز العصبي السيمباساوي اللي بنسميه فايتاند فلايت سيستيم المسؤول عن القتال وفي نفس الوقت مسؤول عن الهروب يعني مسؤول عن الخوف ومسؤول عن العدوان السيمباساتيك نيرفا سيستيم أو الجهاز العصبي السيمباساوي بيفرز هرمون مهم جدا اللي بنسميه الأدرنالين الناس اللي بيتفرجوا على أفلام رعب بيبقى عندهم حاجة اسمها أدرنالين أديكشن يعني هم مدمنين لإفراز الأدرنالين بيحبوا أن الأدرنالين يعرف جسمهم ويحسوا أن هم في حالة تأهب وتوتر ويبدأ السمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل ده بيحفز الأمجدالة وبعدين بعد فترة بينزل مستوى الأدرنالين في الدم فيبدأ البارة سمبساتيك نيرفا سيستم اللي هو الجهاز العصبي الجار السمبساوي هو اللي يشتغل فيحس باسترخاء شديد بعدها يعني هو كان في كمة التوتر وبعدين بدأ يحس بكمة الاسترخاء ده إدمان بنسميه الأدرنالين أدكشن هي بالضبط نفس فكرة المرتفعات ونفس فكرة الملاهي هو ليه الناس بتحب تروح الملاهي يعني هما اللي بيعذبوا نفسهم جلد الزيت هو مش جلد الزيت هو حب المغامرة وفي نفس الوقت الأدرنالين بنحب ويعلم في جسمنا وبعدين لما ينزل فحس بالاسترخاء سمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل وبعدين البارة سمبساتيك نيرفا سيستم يشتغل فحس أن أنا في حالة استرخاء وانتشاء وزي ما قلت لك هما الاثنين مركزهم في المخ واحد اللي هو الأمجدالة والخوف والقتل الاثنين غرائز إحنا مولودين بيها يعني هي جوانا عشان كده إحنا فكرة أنه ده مؤخرا وحديثا لا ده من زمان يعني واحد من أشهر كتاب الرعب يعني بقاله كرون طويلة الناس بتقراله اللي هو إتجار ألمبو في التسعينات كان دكتور رحمة خالد توفيق عامل سلسلة رعب اللي هي سلسلة نورة الطبيعة وكان عليها إقبال شديد جدا مننا لما كنا شباب في الوقت ده ليه لأنه كانت بتحفز جوانا نفس الإحساس ده طيب اللي ظهر كمان دلوقتي الفيديوهات اللي هي حد مثلا بيطلع بيعمل أي حاجة أين كان بيطبخ بتحط ميكوب أين كان لكن هي بتحكي عن قصة وهي بتعمل ده بتحكي عن قصة مثلا فلانة في التسعينات اتقتلت عن طريقة فلانية طيب إيه اللي حصل التحقيقات أثبتت إيه الكلام ده وتلاقي نفسك مسحول معاها وبتتفرج عليها جدا وده بيفكرني بزمان كان فيه كده برنامج مشهور قوي اسمه خلف الأسوار كنا احنا نقومش غير لما نخلص الحلقة كلها لا فرقة بين النور والظلام خلف الأسوار فكلنا فعلا لا 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 كنا بنقعد نحب قوي البرنامج ده ونتفرج عليه جدا السبب إيه يعني ليه إحنا بنتسحل قوي مع الفيديوهات من النوع ده لغاية أخيرها تقدرش تحول ترجمة نانسي قنقر